عن العراقي ومن أجله ولا يقام على أراضيه هذا أغرب مؤتمر يقام بالتنسيق مع حكومة يفترضها المشاركون أنها شرعية وذات سيادة الحديث عن مؤتمر بغداد الذي أقيم في الأردن بمشاركة عدة دول تحت عنوان دعم العراق إلا أن أجنداته لم تخرج عما هو مطلوب دولياً لتثبيت الأمر الواقع في العراق ودعم حكومة السوداني واستجلاب الاعتراف والتأييد الإقليمي والدولي لها ويتضح ذلك من خطاب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية المشارك في المؤتمر عندما وصف العراق بالآمن والمزدهر وبغض النظر عن تجاهل المشاركين في المؤتمر للانفلات الأمني والاضطراب السياسي والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وغير ذلك من ملفات الفساد والترد الاقتصادي والخدمي بغض النظر عن ذلك كله فإن مجرد إقامة المؤتمر خارج أراضي العراق هو اعتراف ضمني من المشاركين بخطورة الوضع في العراق لدرجة أنهم لا يجدونه مكاناً آمناً لعقد هكذا مؤتمرات فيه النظام الإيراني الذي لا تزال آثار صواريخه في الأراضي العراقية حضر المؤتمر معتبراً نفسه جزءاً من الحل وألقى وزير خارجيته خطاباً نظر فيه للدفاع عن العراق وأمنه دون أن يجد أي رد أو احتجاج من حكومة بغداد على قصفه المتواصل للأراضي العراقية ما دار في مؤتمر بغداد يؤكد الاستمرار الدولي والإقليمي بتجاهل حقيقة معاناة الشعب العراقي من النظام السياسي القائم وعدم الاكتراث لمخاطر النفوذ الإيراني في العراق على المحيط الإقليمي ولسيما المنطقة العربية وخصوصاً أن البلد الذي أقيم فيه المؤتمر يخوض حرباً مع عصابات المخدرات التي تتبع للمحور الإيراني ترجمة نانسي قنقر